الاسم ده اسمه سليمان شيبو هو حارس مرمى فريق مازنبي الكنغولي فجأة بقى مهاجم تفهمش بقى حارس مرمى ولا مهاجم شوية مهاجم شوية حارس مرمى ايه حكاية سليمان شيبو عشان حكاية الناس كلها تتحدث عنها في القارة الافريقية نفهم من سليمان شيبو هو حارس مرمى ولا مهاجم الان هو بيلعب ايه بالزبط عشان دي حاجة غريبة شوية دسجل كمان اهداف وهو مهاجم سليمان شيبو حارس مرمى مازينبي الكنغولي ومهاجم الفريق معي الآن عبر زوم يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا على تقديمك لي بالمناسبة بداية عرفك سليمان شيبو حارس المرمى أم المهاجم فلتدعوني سليمان المهاجم المهاجم ايه اللي حصل ايه الحكاية عايزين نفهم ايه اللي خلاك تبقى حارس مرمى مميز جدا وفجأة تبقى مهاجم ايضا مميز جدا واحد من هدفين الفريق كما تعرف حينما كنت شابا ف انا قد بدأت في الاكاديميات وكنت ألعب في مركز واحد ولكني كنت استطيع أن ألعب في أكثر من مركز كما كان الحال بالنسبة لكثير من اللاعبين في سني يمكن أن يقرروا وأن يسأل المدير الفني إذا كان يستطيع أن يساعدهم ليختاروا مركزا محددا اه انا افهم مثلا لاعب الوسط اللي بيبقى لاعب مهاجم بعد كده افهم لاعب الوسط اللي بيبقى لاعب مدافع بعد كده لكن ما فهمش حارس المرمى اللي يبقى مهاجم ازاي ده حصل وازاي خدت القرار لنتغير المركز بالشكل ده ومين ساعدك على ده حسنا أنا رأيت حينما كان فريقي يعاني في هذا المركز وكان لدينا نقص في اللاعبين في هذا المركز فأخذت رأيي المدير الفني إذا كنت قادرا على المساعدة إذا كان قادرا على إعطائي الثقة وأن يثق به أن ننتقل في هذا المركز فبالفعل قررنا أن نأخذ هذه الخطوة بعد ما حولت مركزك من حارس مرمى لمهاجم سجلت كم هدف مع فريقك لعبت حتى الآن مباراتين وقد في أول مباراة شاركت لمدة خمس دقائق والمباراة حوالي نصف ساعة وقد أحرصت حوالي هدفين حتى الآن نعم أحرصت هدفين هسألك سؤال تخيولي شوي وأحط نفسي مكانك الكرة جاية لك عالية وإنت مهاجم ما بيجيش في بالك تطلع تأخذها بأيديك لا لا لم يحدث أبدا عقليتي قد تغيرت لا أرى نفسي كحارس مرمى في منطقة جزاء الخصم أرى نفسي فقط كمهاجم